اشتركوا في القناة تبقى غائمة جزئيا على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية نشاط رادي آخر فيما يخص شمال الصحراء مناطق الجنوب الغربي للوطن أقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهوغار والتاسري دائما احتمال أن يكون مرفوق ببعض الأمطار الرادية قيلة هذه الليلة ولصباحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح من بين 20 إلى 25 درجة بشمال الوطن لن تتعدى 31 بشمال الصحراء نسل مقياس بإنصالح 33 بأدرار 32 بتندوف 31 درجة بأقصى الجنوب تقارب 27 درجة بإليزي ومرتفعات الهوغار والتاسري ظاهرة الغد بحولها الحرارة القصوى إذن لتصل إلى 40 درجة فيما يخص تيزيوزو غليزانش 34 درجة بالعاصمة البيض حتى بتلمسا 32 بوهراء المستغنة 35 بعنبس كهدا 36 درجة ببتنق 40 بشمال الصحراء 40 درجة بتندوف 46 كعلى مقياس بأدرار 45 بإنصالح 40 درجة بمرتفعات الهوغار وتاسريلي تقارب 45 درجة ببرج برج مختار إنكزم للملحة والصيد البحري فالبحر سيكون هادئ لكن هذا على سوحلة الغربية سرعة رياح ضعيفة لن تتعدى لـ 20 كم في الساعة 40 كم في الساعة على سوحلة الوسطى وحتى الشرقية لكن البحر سيكون نوعا بقليل الاضطراب ورياح ستأتي نظمة تسيارات شرقية شمالية شرقية هذا بالنسبة لنهار الغد بالنسبة للأيام القليلة القادمة نستهلها بيوم الثلاثة الأجوة ستكون مشمسة تماما لكن هبوب رياح قوية نسبيا على المدن السحيلة الوسطى والغربية نشاط رعادي فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية وحتى بأقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 40 درجة بشمال الوطن 43 بشمال الصحراء 47 درجة فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري يوم الأربعاء بحول الله فالأجوة ستكون مشمسة تماما دائما بالمدن السحيلية دائما الرياح ستتواصل على السوحلة الوسطى والغربية لكن هذه المرة نشاط رعادي سيكون على أغلب المرتفعات الداخلية مرفوق بأمطار رعادي وحتى بأقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى تبقى دائما مرتفعة بالشمال وحتى بالجنوب يوم الخميس بحول الله إذن زوال النشاط الرعادي على المرتفعات الداخلية وعلى الأجوة ستكون مغشات جزئيا لكن الأجوة ستكون مشمسة تماما بعد تلاشي ضباب يميز كل صبيحة على المدن السحيلية مع هبوب رياح قوية نسبيا دائما على السوحلة الوسطى والغربية نشاط الرعادي بحول بأمطار رعادي بأقصى الجنوب أما عن درجات الحرارة القصوى يمكن أن تصل إلى 37 درجة بالنسبة للمدن السحيلية وعلى المناطق الداخلية 30 درجة بشمال السحرة ولتقارد 47 درجة بأقصى الجنوب أما عن وقش شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحيه نهار الغدس يكون في حدود الساعة الخمسة صباحا ومتاع وخمسين دقيقة عنوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دايما في الخدمة أشكركم على المتابعة في أمان